حل المساء وما زالت طائرات الاستطلاع تحلق وتحوم فوقنا حيث منذ يومين وهذه الطائرات لم تغادر سماء طول كرم وكذلك جنين ولكن الجديد محمد في هذه الأثناء اقتحام كامل لمدينة طول كرم نحن نقف الآن أمام مخيم نور شمس حاولنا الوصول إلى مخيم طول كرم شرقي المدينة لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق المنطقة بأكملها تعزيزات كبيرة رفقة جرفات وصلت إلى مخيم طول كرم وتسمع في هذه الأثناء اشتباكات ما بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال وكذلك استمعنا إلى أصوات عبوات تم تفجيرها لحظة دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيم طول كرم المسافة ليست بعيدة ولكن نحن نستطيع سماع الاشتباكات ما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومين الفلسطينيين هناك اقتحام لشوارع المدينة بأكملها وكذلك محاصرة للمستشفيات محاصرة مستشفى ثابت ثابت ومستشفى الإسراء التخصصي حسب ما علمت من بعض المصادر في هذه الأثناء قوات الاحتلال تعيد وترجع كل الذين يحاولون الدخول باتجاه منطقة مخيم طول كرم بالإضافة أيضا إلى بقائها في مخيم نورشمس كانت هناك تعزيزات عسكرية إسرائيلية ووصلت إلى المخيمين لكن قبل حوالي نصف ساعة تم اقتحام مخيم طول كرم وهذا يجعلنا أمام فترة جديدة من عملية الاجتياح لمخيم طول كرم وكذلك لمدينة طول كرم خاصة وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن عملية عسكرية تستمر لأيام في شمال الضفة الغربية منذ يومين منذ قرابة 48 ساعة جيش الاحتلال في مخيم نورشمس والآن دخلوا قبل قليل إلى مخيم طول كرم وربما هذا يستمر لمدة يومين قادمين وكما ذكرت قبل يوم أمس بأنه ربما حسب ما علمت من بعض المصادر بأنه سيستمر الاقتحام لمدة 100 ساعة وأكثر في مدينة طول كرم الآن نحن نتحدث كما ذكرت محمد عن اجتياح كامل لمدينة طول كرم وكانت سمعت الاشتباكات وكذلك العبوات الناسفة وكذلك حصار المستشفيات كتائب القسام قبل قليل أرسلت بيانا مقتضبا قالت فيه تخوض المقاومة بكافة الفصائل كتفا بكتف اشتباكات ضارية وعنيفة داخل مخيم طول كرم وكذلك أرسلت رسالة إلى الاحتلال قالت تقدموا ونحن في انتظاركم لتذوقوا ما لم ترون وعنونته بكتائب الشهيد عز الدين القسام كتيبة طول كرم كذلك سرايا القدس كانت قد أعلنت في بيان لها عن كمين مركب في محور المنشية تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار معد مسبقا في قوة موشا وفور انفجار العبوة قام مقاتلوه سرايا القدس بالإغارة على القوة المستهدفة وامطارها بزخات كثيفة من الرصاص مؤكدين وقوع قتلى وجرح في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا ما أرسلته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وتحديدا كتيبة طول كرم قرابة ثم عشر شهيدا وكما ذكرت الصحة أعلنت عن سبعة عشر شهيدا وهناك أنباء عن استشهاد فلسطيني في مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية لكن ننتظر إعلان وزارة الصحة الفلسطينية هناك اجتياح كبير لمخيم طول كرم شرقي المدينة وربما هذا ينذر بزيادة عدد الإصابات بزيادة عدد الشهداء الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية خاصة وأن العدد الذي ذكرت قبل قليل هو في مناطق مختلفة في جنين في طوباس في نور شمس وكذلك هنا في مدينة طول كرم والآن الاقتحام الجديد هو لمخيم طول كرم الذي شهد اشتباكات عنيفة وضارية خلال الفترات الماضية عندما حاولت قوات الاحتلال الدخول والتسلل إليه محمد لابد من لفت الانتباه إلى معلومة هامة اليوم نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملية اغتيال ووصفوها بالصيد الثمين الاحتلال الإسرائيلي نفذ هذه العملية في مخيم طول كرم ثلاثة من المقاومين الفلسطينيين تمت تصفيتهم بينهم قائد كتيبة طول كرم سرايا القدس محمد جابر أبو شجاع الذي يحظى بشعبية كبيرة وأصبح أيقونة بالنسبة للفلسطينيين وهو من يقود خلية أو كتيبة جنين أو كتيبة طول كرم سرايا القدس اليوم تم اغتياله في محيط أو داخل مخيم طول كرم في أحد الأزقة وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي تحدث أنه تم اغتياله داخل أحد المساجد ذهبت صباحا بعد عملية الاغتيال وعايننا المنطقة وبدأنا بالتصوير وهذا نفى رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي لأن جابر ومن معه تم اغتيالهم في أحد أزقة مخيم طول كرم على ما يبدو في هذه الأثناء تعزيزات جديدة تصل إلى مخيم نور شمس سأطلب من المصور محمد لو سمحت لي أن يستدير بالكاميرا لكي ينقل لكم هذه التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى مخيم نور شمس في هذه الأثناء نستمع إلى صوتها وعلى الجهة المقابلة هناك اقتحام كبير لمخيم طول كرم إذن نحن نتحدث عن اقتحامين لمخيمين ونتحدث كذلك عن اقتحام لشوارع المدينة جيش الاحتلال ينتشر في شوارع المدينة يفتش السيارات يلاحقها وكنا قد استمعنا إلى أصوات اشتباكات عنيفة وضارية من هذا المكان الذي نقف فيه الآن أشاهد بأن هذه التعزيزات تأتي من منطقتين من منطقة نتسعوز البوابة العسكرية في طول كرم وكذلك من جهة شارع نابلس أي أننا نتحدث عن تعزيزات عسكرية باتجاهين سنراقب هذه الأليات العسكرية هل ستصل هذا المكان ستكمل باتجاه مخيم نور شمس أم أنها ستتاجه مثلا إلى مخيم طول كرم الذي اقتحم قبل حوالي أربعين دقيقة من الآن وتمت محاصرة المواطنين بداخله تفضل محمد يعني سريعا رائد لو أمكنك فقط للتأكيد ليس هناك أي إعلام حاليا داخل مخيم طول كرم بمعنى آخر يفعل الاحتلال في المخيم ما يريده دون توثيق بكل تأكيد حاولنا الدخول إلى مخيم طول كرم شرقي المدينة وذهبنا باتجاه دوار اليونس هناك واقتربنا أكثر ولكن قوات الاحتلال تغلق المنطقة بأكمالها وصراحة المنطقة خطرة يعني التغطية هناك يشكل خطرا على الأطقم الصحفية بشكل عام وهذا دفعنا للتراجع إلى هذه المنطقة وتحديدا إلى مدخل مخيم نور شمس فقط أعلق محمد لأنه فيه هناك تعزيزات كبيرة على ما يبدو المصور الآن يوجه عدسة الكاميرا باتجاه هذه التعزيزات التي وصلت وهي على مقرب منه وتقترب ربما بعد دقيقة ستكون في محيط مدخل مخيم نور شمس المدخل الرئيسي وعند دوار سيف أبو لبدا حيث نشاهد هذه الأليات العسكرية تقترب من المكان الذي نتواجد فيه وكانوا قد دفعوا بتعزيزات عسكرية إضافية خلال الدقائق الماضية والآن أستمع وإن كان بشكل بعيد إلى صوت اشتباكات وكذلك الصوات ناتجة عن اشتباك ما بين المقاومين وكذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي أترك معكم هذه الصور الآن على الهواء مباشرة محمد عربات النمر تقترب كما هو واضح الآن هم يقتربون من هذا المكان كما هو واضح على الهواء مباشرة هذه التعزيزات الكبيرة بالمناسبة رائد لم تقع للقوات الاحتلال حتى اللحظة عن أعداد القوات التي تشارك في عملية المخيمات الصيفية صحيح؟ لا يوجد هناك رقم محدد لكن كما ذكرتهم عملوا على تضخيم هذه العملية العسكرية من حيث عدد الجنود المشاركين ومن حيث كذلك الإعلان عنها والقضاء على المقاومين وأطلقوا عليها اسم المخيمات الصيفية وقالوا بأن المشاركة على مستوى فرقة والفرقة تقدر بخمسة عشر ألف جندي إلى عشرين ألف جندي وربما تصل إلى ثلاثين ألف جندي لكن على مستوى فرقة هذا يعني أن الجنود من الفرقة سيشاركون في هذه العملية لكن كم عددهم لا أحد يعرف ربما ألف ألفان ثلاثة وهم يبدلون أنفسهم في المنطقتين سواء في جنين أو حتى في طول كرم وفي المخيمات التي يتم اقتحامها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أي أنه ربما يشارك في اليوم الأول ألف يتم تغييرهم وهذا حسب دوام جيش الاحتلال الإسرائيلي وعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المقتحمة واضح تماما بأنهم وصلوا إلى هذه المنطقة لا يريدوا مغادرتها الناس في وضع مأسوي في وضع إنساني صعب وربما تستمع في خلفية الصوت إلى صوت وهدير مركبات عربات النمر وكذلك إلى صوت طائرات الاستطلاع التي تحوم فوقنا منذ يومين ولم تغادر سماء مدينة طول كرم ولا حتى المخيمات التي تم اقتحامها منذ ما يزيد عن ثمان أو ما يقارب يعني ثمان وأربعين ساعة بعد إطلاق عملية عسكرية نحو مدن الشمال وهذه قد تمتد إلى مدن لم يدخلوها حتى هذه اللحظة خاصة بأنهم اقتحموا مخيم طول كرم قبل قليل فقط أي أنهم دفعوا بتعزيزات عسكرية إلى مخيم طول كرم قبل قليل وتدور الاشتباكات الآن مع جيش الاحتلال الإسرائيلي نحن نتابع على أرضية الميدان الأوضاع هنا الصعبة ومتوترة للغاية وعدد الشهداء بإزدياد بكل تأكيد كلما بقيت قوات الاحتلال في هذه الأماكن ولكن ما زالت قوات الاحتلال حقيقة تطلق النار بشكل عشوائي في مخيم طول كرم الذي ذكرت بأن الذهاب إلى هناك والتغطية تشكل خطرا علينا لأن المنطقة خطيرة تماما وجيش الاحتلال الإسرائيلي حولها إلى منطقة عسكرية مغلقة كما المناطق هنا التي حولت إلى منطقة أو مناطق عسكرية مغلقة لكن نحن نقف على شارع رئيسي ونبتعد عن جيش الاحتلال الذي يقف في هذا المكان بينما هناك المنطقة جغرافيا تعد أخطر من هذه المنطقة ولا يسمح لنا بالتواجد فيها ولا حتى بعملية التصوير وربما محمد تستمع إلى أصوات طائرات الاستطلاع التي ما زالت في هذا المكان تحديدا تحوم فوق مخيمي طول كرم ونور شمس ومدينة طول كرم الزميل رائد الشريف متحدثا إلينا من طول كرم